الموجز للصادي من قناة الرافدين أهلا بكم قالت شركة بي بي البريطانية أن احتياطات العراق النفطية شكلت نسبة 8.4% من احتياطات العالم وأوضحت الشركة أن احتياطات العراق النفطية بلغت 145 مليار برميل مشيرة إلى أن فانزويلا جاءت بالمرتب الأولى كأكبر احتياطي نفطي بالعالم وبمقدار 303 مليارات برميل وهما يشكل 17.5% من احتياطات العالم تليها السعودية ب297 مليار برميل ومن ثم جاءت كندا ثالثا ب168 مليار برميل ومن ثم ايران أما العراق فجاء خامسا قال نائب غرفة تجارة بغداد حسن الشيخ إن بضائع الاتحاد الأوروبي أسعارها مرتفعة جدا بالنسبة للتجار في العراق إضافة إلى صعوبة حصولهم على تأشيرات الدخول بالنسبة لتلك الدول وأضف الشيخ أن هناك صعوبة أيضا في الشحن وتحويلات المالية والوصول إلى المعارض بالنسبة لدول الأوروبية وهذه كلها عوامل تعيق التجار عن التوجه إلى أوروبا مضيفا أن الدول الأسيوية تسهل حركة التجارة من أجل منافسة الدول الأوروبية بينما الأخيرة تفرض شروطا معقدة تجعل التجارة معها غير مجدية أعلن مركز قمرك المنذرية الحدودي إعادة إصدار إرسالية مخالفة إلى الجانب الإيراني وذكر إعلام الهيئة العامة للجمارك أنه تمت إعادة إرسالية شيش تسليح عبر مركز قمرك المنذرية الحدودي إلى الجانب الإيراني لأنها فاشلة في فحص التقييس والسيطرة النوعية وأكدت الهيئة أن عملية الإعادة تمت وفقا لقانون الجمارك النافذ رقم 23 لسنة 1984 المعدل قالت صحيفة فينانشل تايمز إن التجارة الأوروبيين سيتكبدون خسائر تقدر بـ 33 مليار دولار إذا تبنى الاتحاد الأوروبي خطة لتحديد سقف أسعار الغاز وأضافت الصحيفة أن المنتجين والتجار الذين يعتمدون على مركز الغاز الهولندي قد يواجهون زيادة بنسبة 80% في مدفوعات التأمين لتأمين صفقاتهم وأكدت أن مثل هذه الزيادة الكبيرة يمكن أن تزعزع استقرار السوق تراجعت أسعار النفط في بداية تعاملات اليوم لتواصل خسائر الجلسة السابقة مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات بفعل أنباء عن رفع مجموعة الدول السبع سقف أسعار النفط الروسي وتراجعت العقود الآجلة لخام برينت لتصل إلى 85 دولار و23 سنة للبرميل وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تيكساس الوسيط الأمريكي لتصل إلى 77 دولار و88 سنة للبرميل يأتي هذا في وقت تدرس فيه مجموعة الدول السبع وضع سقف للنفط الروسي المحمول بحراً في حدود 65 إلى 70 دولار للبرميل على الرغم من أن حكومات الاتحاد الأوروبي لم تتفق بعد بشأن هذا القرار والآن إلى أسعار العملات اللجنبية وأسعار المعات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة